وبالتالي الفلوس دي طبعا الناس تساءلت برضو هل دا دعم من اي رجل اعمال دعم من اي مرشح في الانتخابات المقبلة زي ما المهندس هانيل عتال عمل على مستوى فريق اليد والنهاردة الزمالك بحسب المعلومات تستلم الكرنيهات بتاعت فريق اليد فكانت الاجابة انه لا دي فلوس من اللجنة السلسية من ادارة الزمالك دي فلوس الزمالك هي اللي بيها اتدفع 50% من مستحقات اللاعبين ودي خطوة ايجابية جدا ودفعة مهمة جدا قبل بداية الموسم بالنسبة للفريق اللي خسر الودية السابقة امام سيراميك كريباترا بسلسية دون مقابل بالامس لكن الاجانب بقى ماخدوش المستحقات بسبب ازمة الدولار سوا بقى بنتكلم في حمزة المسلوسي سيف الدين الجزيري من تاني ابراهيم انداي واخيرا صاحب الخبر اللي جاي سامسون اكينيولا ليه؟ لان سامسون اكينيولا تقدم بشك ورسمية الى الاتحاد المصري لكرة القدم لعدم حصوله على مستحقاته حتى الان مستحقات اللاعب عند الزمالك حتى الان هي 260 الف دولار الزمالك ممكن قبل يوم 17 يحل الازمة بانه يدفع جزء من هذه المستحقات 160 الف دولار بحسب المعلومات اللي عندنا ان المية التانين دولار قصت 160 لازم يدفعهم والمية التانين قصت ممكن يتأخر شوية وتتحل القصة تماما لكن الخطوة اللي بيعملها اللاعب دي عبارة عن شكوى بتبقى تمهيد لتصعيد كأنه انذار كده قبل ما القصة تبدأ تنتقل الى الفيفا وتبقى فيها فسخة عقد وتبقى فيها صرف مستحقات او قيمة عقد كاملة على ذكر الزمالك هو بيعيش اجواء انتخابية بدأت بعد غلق باب الترشح وحتى قبل الاعلان عن القوائم النهائية من المرشحين بعد النظر في الطعون فتعالوا مع بعض ننطلق عبر هذه